في الأيام القليلة الماضية كان هناك تقريرا نشر من The Guardian البريطانية كشفت فيه بأن أوكرانيا بوثيقة سرية طلبت من الغرب بشكل عام أن يقومون بإمدادها بصواريخ بعيدة المدى لتستهدف نقاطا في إيران وفي روسيا مرتبطة بمصانع للطائرات المسيرة ولكن ذكروا أيضا مصنعا للطائرات المسيرة في سوريا نحن تقريبا أربعة أو خمسة أيام بعد هذا التقرير وتأتي هذه الضربات الموزعة بهذا الشكل الكبير حديث عن مخازل الأسلحة لا نعلم ما الذي هو موجود في هذه المصانع وأيضا طبعا المنظومة الرادرية الموجودة في دير الزور هل تعتقد أن الأمر قد يكون مترابطا بشكل كبير بعد ما رأيناه ليلة يوم وأمس؟ أتفق 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 نعم ربما تعرف هذه العمليات التمهيدية لغرض شن ضربات لاحقة أنا أخبرتك نقطة قلت لك أنه إيران تجيد نقل التمركزات من مسرح العمليات كان المفترض بالنسبة لها العراقي الإيراني حتى إلى منطقة المتوسط وتلاحظ أنها تسيطر على مسرح العمليات بالكامل بدءا من الحدود الإيرانية دخولا إلى الممر العراق وثم إلى منطقة التأثير اللي هي منطقة المتوسط وأول مرة طبعا يعني على مدى سنوات منذ ظهور عصابات داعش وما بعدها إيران استطاعت أن تصل بشكل مباشر إلى البحر المتوسط أي المياه الدافئة وهذا تأثير ضمن السياق الاستراتيجي ولا أعتقد تضحي به إيران وبالتالي هي تمارس أو تستخدم كافة الأساليب الممكنة للحفاظ وترصين وجودها حتى الآن إسرائيل تشعر هذا الخطر عندك نقطة مهمة دقول اللاعب الأوكراني برأي عسكري أنه سنقوم بمهام تجريف القدرة قبل وصولها إلى القوات الروسية وربما هناك سؤال ولا نستطيع أن نستبعده ولا نطرحه أي أحد من المحللين دكتور أنه ربما هذه التمركزات العسكرية والحشود المسلحة الموجودة لدى إيران ربما هناك تعاون تسليح بين روسيا وإيران وتكون منصات الوجود والتواجد التسليحي يكون في أراضي الإيراني وأصبحت الحاجة له وبالتالي هناك يعني ليس دعم بالطريقة لفكرها الآخرين بل هي أسلحة ربما روسية ومتواجدة لدى إيران وبرتة الحاجة له وبالتالي تصل إليها ربما هذا السيناريو وارد ولكن بعرف محط راحة به هذا الشيء ترجمة نانسي قنقر